اشتركوا في القناة وفصلنا إلى قول الله تعالى ومكروا مكرا كبارا وقد تكلمنا عن معنى المكر واخذنا القراءات الواردة في كبارا أنه وردت كبارا وكبارا وفصلنا القول في ذلك واليوم اتفقنا أن نتكلم ما هو المكر الذي وصفه الله بأنه مكرا كبارا يعني ما هو الفعل الذي استحق هذا التعظيم من الله سبحانه وتعالى وأنه وصفه أنه مكرا عظيما ليس مكرا عاديا إنما كبارا كما كانت يعني تعرف العرب هذه المعاني وهناك مسألة مهمة جدا أنه دائما سورة المكية تمتاز بطابع الألفاظ التي يعني كانت قريبة مما يعني تألف العرب عند فصحائها وإن كان القرآن كله فصيح لا شك وكله بليغ لكن المقصود أنه استعمال بعض الألفاظ نحظ أنه الألفاظ في الجزء المدني من القرآن الكريم تختلف عن الألفاظ التي جاءت في الجزء المكي وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن بعض الأعراب لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقرأ ومكر ومكرا كبارا قالوا ما أفصح ربك يا محمد يعني أي فصاحة عظيمة هذه لأنهم يدركون أن هذه المعاني ومن يتكلم بهذه الطريقة قالوا ومكروا مكرا كبارا اختلف أهل التفسير في تحديد مكر قوم نوح لنوح عليه السلام فمنهم من قال أنه تحريشهم لسفلتهم بالإغراء بقتل نوح عليه السلام وهذا لا يعني يستبعد فقد حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه أهله وقومه ولكن أرادوا قتله أيضا وكما يعني قتل كثير من الأنبياء أيضا من بني إسرائيل فقضية أنه قتل الأنبياء كان هذا أمرا واردا عندما يستعصي عليهم منع دعوة الأنبياء وقيل المكر الكبارة هو أنهم كانوا يعني يجعلون العوام يظنون أنهم على حق وأن العوام على حق ويقولون انظروا إلينا لو لا أننا على الحق لما يعني كنا في هذا الجاه وهذه الأموال وهذه الأولاد وانظروا إلى نوح كيف أنه فقير وليس له أحد وليس له عزوة ولو كان إلهه حقا لا أعطاه إلهه يعني المال والولد والجاه والمنصب وهذه دائما كانت حجة الكاثرين في يعني النظر إلى الأنبياء نعم كما قال نوح عليه السلام أقام كما قال لوط عليه السلام يعني لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد أيضا استضعفوه لأنه لم تكن له عشيرة في قومه لما كان في قرى سدوم وعمورة وصغر وصبروين في أراضي الأردن وقد كان أهله في مدينة بابل في العراق نعم وقيل المكر الكبار كما قال مقاتل أنهم أقنعوا العوام قالوا أنه لو أقررتم لنوح عليه السلام قول مقاتل في التفسير يقول أنه مكر مكرا كبارا قالوا أن الله سبحانه وتعالى شرح هذا المكر الكبارا بقولهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرى قالوا هذا القول هو الذي يعني كان شارحا للمكر الكبار أيضا هذا قول لمقاتل قول الإمام الرازي أيضا جميل قال أنه كانوا يقولون لهم يقولون لهم لو آمنتم بنوح عليه السلام فكأنكم أقررتم على أنفسكم بالكفر والجهل وأقررتم على آبائكم أنهم كانوا في ضلال وكفر وجهل ومعلوم أن هذا الأمر يصعب على الإنسان أن يتهم أباه وجده وأهله وخاصة في مجتمع قبل أن يتهم هؤلاء أنهم كانوا على ضلال وأنه الآن عرف الحق وطبع هذا من باب المكابرة لكن أقصد أنه هكذا كان التفكير أو كانت طريقة التفكير أنه قالوا أنه لو قلنا بهذا كأنه أو لو قلتم بهذا كأنكم اتهمتم آبائكم واتهمتم أهليكم أنهم كانوا على الضلال وكانوا على غير الحق ولذلك دخلوا في هذا المدخل في قضية أنه إيمانكم بنوح عليه السلام وبما جاء به سيكون جلب الضلال والعار والجهل على آبائكم وعلى عشائركم أيضا قالوا هذا من المكر الكبار الذي مكروه منهم قال أيضا السد على ما أذكر أنه قال المكر الكبار أنه ادعوا مع الله شريك وأي ذنب أعظم من الشرك حيث أنه جعلوا يعني هناك آلهة مع الله سبحانه وتعالى في قضية أنه يعني كانوا يعبدونها هذه الآلهة التي سنتكلم عنها بعد هذه الآية هذا الكلام في قضية في قول الله تعالى ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم هنا كان التواصي بينهم وهذا من المكر كان يتواصلون بينهم أنهم لا تتركوا آلهتكم لا تتركوا معبودكم لا تتركوا ما كنتم تعبدون أنتم وآبائكم لا تتركوا هذه الآلهة ولا تتركوا هذه العبادة وهنا قال الإمام الراغب لا تذرن قال هي من وذرة وذرة يعني من جميل استعمال اللغة أنه لا يستعمل منها الماضي ولا يستعمل منها الأمر يعني قالوا واستعاضوا بها بأترك وتركه بدل يعني وذرة والوذر هو ترك الشيء الحقير أو الشيء الذي ليس له قيمة وقالوا هو أصله مأخوذ من قطعة اللحم الوذرة هي القطعة اللحم الصغيرة التي لا تستحق أن توضع على النار حتى تشوى ولذلك كانت ترمى فكأنه الوذر من هذا المعنى أي أنه لا تترك آلهتكم ومعبودكم وما كنتم تعبدون ثم أعاد الكلام ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر ربما سأل يسأل فيقول ما الحاجة إلى إعادة لا تذرن مرة ثانية وقد قال أول مرة قال ولا تذرن آلهتكم ولو قال لا تذرن آلهتكم ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر لكان نسق الكلام ممكن يكون مقبول من حيث اللغة فما الحاجة إعادة اللفظ مرة ثانية قال ولا تذرن ودا نعم قال أهل التفسير قضية أنه يعني لما كانت لهم آلهة كثيرة بعض أهل التفسير قال إشارة رطيفة قال كان لقوم نوح آلهة كثيرة غير هذه الآلهة ولكن أعاد يعني قال لا تذرن أهلياتكم على الجملة بالعموم أي كل الآلهة التي كنتم تعبدون ولا تذرن على الخصوص فلان وفلان 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 فكأن لعاد الثانية في ولا تذرن كأنه أراد منها تخصيص عدم ترك هؤلاء لأنهم هذه قالوا كانت أكبر آلهتهم وأعظمها فكأنه جاء التخصيص بعدم تركها على هذا المعنى قالوا ولا تذرن ودا وفي قراءة الجمهور على ودا بفتح الواو وهناك من قرأ ودا بالضم فقالوا الود هو صنم لقوم نوح ولما كان الخطاب لقوم نوح قالوا لا تستجاز القراءة على من قال بهذا بالضم لأنه ود هو الصنم كانت تعبده قريش ولذلك كان لهم أسماء عمر بن عبد ود العامري أو غيره من الأسماء التي كانت موجودة وعبد يغوث وغير ذلك من الأسماء التي كانت تعرفها العرب وسنتكلم عن العلاقة الموجودة بين أصنام كانت موجودة في عهد نوح وهذه الأصنام التي كانت تعبدها العرب في وقت النبي عليه الصلاة والسلام قبل الكلام في تفصيل الأسماء ومن أين جاءت هذه الأسماء وكيف انتقلت هذه الأصنام وهذه التفاصيل يذكر أهل التفسير يقول أن عبادة الأصنام عبادة الأصنام لا بد أن يكون فيها فلسفة معينة يعني إنسان يأتي فيصنع تمثال بيده وهل ممكن أن يعتقد هذا الإنسان أن هذا الذي صنعه الآن ونحته الآن هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي يعطي ويمنع ويرزق ويسأل قالوا هذا لا يمكن للعقل أن يتحملوا ولا يمكن أنه هذا يعني مرفوض عن جميع العقلاء إذن لا بد أن يكون هناك فلسفة في فهم عبادة الأوثان التي كان يعبدها عبادة الأوثان حتى يكون الأمر مقبولا وإلا فالعقول لا ترضى بهذا يعني شيء أنا أصنعه ثم أظن أن هذا الشيء له تأثير وله قدرة وله قوة هذا أمر أكيد يعني أن العقل يرفضه لذلك يعني ذهب كثير من العلماء إلى أقوال كثيرة منهم قال أنه في الجاهلية كانوا يعني يقولون نحن نعبد الأرواح التي تسكن هذه التماثيل أو أنه يقولون أن الله سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك علوا كبير أن الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان بذاته وبجسمه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لكن هذا هو قولهم أنا يعني أنقل ما كانوا يقولون إذا كي يقولون أنه يحتاج إلى هكذا أشكال حتى يحل فيها الإله فيتكلم وكان يحصل معهم هذا كما ذكر ذلك ابن تيمية وغيره قال أن كانت الشياطين تدخل هذه الأصنام ربما أو تكلمهم منها فكانوا يظنون أن هذه الآلهة هي التي تتكلم معهم وكذلك أنهم يعني منهم من كان يقول أنه هذه الأصنام نصنعها من مواد لم تعصل له لم تعصل له لأنهم قضية أنه الكل يعرف في وجود الله قطعا ولئن سألتهم من خلق السماوات أرض يقولون الله قضية أنه من خلق السماوات الأرض من الموجد من هذه الأشياء كلها يعرفونها أنه الله سبحانه وتعالى لكن المسألة كما قلنا في قضية العبادة والطاعة والأوامر في الطاعة أما قضية الخلق والإيجاد فما كان أحد يعترض على أن الموجد للكون وخالق الكون هو الله سبحانه وتعالى فكانوا يصنعون الآلهة من خشب فيقول هذا الخشب طاهر لم تقع عليه معصية أو يصنعونه من نحاس أو من حجر أو من جص أو من غير ذلك فكانوا يعتقدون أن هذه المواد لم يصدر منها معصية فهي مواد طاهرة يستطيع الإله أن يحل فيها ويتكلم منها هناك من قال على أنه قوم نوح كانوا يقولون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وأن الكواكب خلقها الله ونحن نعبد الكواكب والكواكب تعبد الله والكواكب هذه لها قوة من خلال ما وجدوه ووضعوه من طلاسم ومن حركات الأفلاك ووضعوا مدارات ووضعوا أقوال ومثل ما إلى الآن موجودة يقول لك يوم النحس كذا ويوم الساعة كذا وهل شهر هذا البرج يقول لك أنك لا تتزوج وأنك مثلا ستكون معاملاتك التجارية غير صحيحة ومن هذه الأقوال هذا كله كان موجود في السابق لكن بطريقة أخرى لكن أن أتكلم على المبدأ بصورة عامة فكانوا يظنون أن هذه الكواكب لها تأثيرات الله سبحانه وتعالى لما خلق الكون أعطى تأثير إدارة الكون السفلي والبشر لهذه الكواكب فكانت هذه الكواكب هي المؤثرة والمتحكمة في الكون من خلال ما أعطاها ذلك الخالق العظيم لها وهذه الكواكب يصنعون لها تماثيل حتى تحل قوى تلك الكواكب في تلك التماثيل هذا أيضا من الأقوال التي قيلت في ذلك وإلا قال بعض العلماء قالوا عبادة الأوثان لو لم يكن لديهم فلسفة معينة في تقريب الأمر إلى العوام لما استمرت من الزمن الذي كان قبل نوح عليه السلام حتى يومنا هذا هناك من يعبد الله من يعبد هذه الأصنام ويصنع هذه التماثيل ويعني الأمر الآن ربما كنا نقول يعني كيف يعقل لأناس يصنعون تمثالا من تمر أو من خشب أو من نحاس ويعبدونه ثم رأينا الآن وقلنا سبحان الله كيف هؤلاء مثلا لو تكلمنا عن كوريا وعن الصين على الخصوص يعني أو الهند كيف هذه العقول التي صنعت هذه الهواتف وهذه السيارات وهذه الصواريخ وهذه المركبات الفضائية وهذه الطائرات هذه العقول التي أنتجت للبشرية إنتاجات عظيمة كيف يعقل يعقل أن يجلس هذا العالم الذي له هذه القدرة من العلوم بحيث جمع العالم كله في كفك في جهاز صغير تستطيع أن ترى وتتكلم وتنتقل وتذهب من خلال جهاز صغير كيف يستطيع العقل تحمل أو تصور أن هذا الذي صنع هذا الجهاز يجلس ربما يوما أمام تمثال بوذة أو بعض التماثيل التي يعبدونها أو العبادات الموجودة في الهند من الآلهة الكثيرة الموجودة في الهند فيجلس أمام هذه الآلهة فيسجد لها أو يتقرب إليها بقرابين مع هذا العلم الغزير ومع هذه الاختراعات وهذا التطور وهذا كله يدل على أن هناك فرق بين الذكاء وبين الإيمان يعني لذلك نحن نقول كما قلنا سابقا لفظة العالم لا تقال لمن يعبد غير الله الذي يعبد غير الله كان مجنونا لا شك مهما كانت شهادته ومهما كانت درجته لذلك قالوا لو كنا هذا قول لعبد الله بن عمر بن عاص قالوا أمامه قالوا ما عقل فلان النصراني قالوا لا تقولوا ما عقله ألم تسمعوا قول الله لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير لو كان عاقلا حقيقة ما كان الإنسان أن يختار النار ويختار السعير بعد علمه أن الله سبحانه وتعالى الخالق الموجد إذن هذا كله يدل على أنه عبادة الأوثان أو عبادة الأصنام كانت لها فلسفة معينة وأقوال كثيرة حقيقة في ذلك في قضية كيف كانوا يفهمون يعني هذه العبادات وهذه العبادة كيف كانت تكون وكان لكل قوم فلسفة معينة في فهمه والتعامل مع الأصنام التي يعبدون يعني حتى العرب في الجاهلية يعني مما ذكر القرطبي والرازي والإمام النسابوري في غراب القرآن ورغائب الفرقان قال يعني العرب كانت تقول الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة وكذبهم الله في هذا الإدعاء لكن لاحظوا ماذا كانوا يقولون يقولون لما منع الله الملائكة من أن تظهر للناس فلولا أنها كانت بنات لما خدرها الله تعفوني شيء التخدير خدرها يعني منعها تطلع قدام أمام أحد يعني فخدرها الله فلما خدرها الله قالوا أن هذه بنات الله وأنهن يعني مخدرات أي محجوبات عن الأعين لأنهن كالبنات البنت التي تكون مدللة عند أبيها يكون يعني يجعلها في خدر وفي حفظ وفي صون تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة لكن لاحظوا المقصد من كلامي أنه لكل قوم عندهم فلسفة معينة في فهم التعامل مع عبادة الأوثان وعبادة الأوثان كما قال أهل العلم كانت موجودة قبل نوح عليه السلام وقلنا إلى يومنا هذا فلابد أن يكون هناك نوع من الإضلال ونوع من الإفساد الذي كان يعني يلقيه إبليس ويلقيه الشيطان على قلوب عبادة هذه الأوثان حتى كانوا يتعاملون معها بهذه الطريقة وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يوث قلنا ودا تكلمنا عن الود والود بالفتح قالوا هو الوتد يعني الود والود والود وهذه ذكرها ابن سيد بطل يوسف في كتابه المثلث أنه هذه الود والود والود قالوا الود هو الوتد وهي المحبة بلغة الحجاز والوتد بلغة الحجاز والود والود قالوا هي أيضا لغة في المحبة كما ذكر ذلك الأزهر في كتابه معاني القراءات وقالوا سمي ودا قالوا كأنه قد غرس في قلوبهم كأنه قد دق هذا الوتد محبة هذا المعبود عندهم قد دق كالوتد عندما يلصق في الأرض ويثبت فيها كذلك كأنه ودا هذا الإله الذي كانوا يعبدون كأنه قد دق في قلوبهم وقد تعلقوا به وسواعا ونلاحظ أنه ودا وسواعا جاءت منونة ويغوث ويعوق القراءة أنه من غير تنوين قالوا للعجمة يعني العجمة الظاهرة فيها وهي موانع الصرف وهناك موانع أخرى أيضا موجودة في يغوث ويعوق وهناك من قرأها يغوثا ويعوقا نعم ونسرة يعني ليس في إشكالية في القراءة لأنه نسرة قالوا كان الصنم الذي أخذوه وعبدوه كان على شكل نسر نسر طائر ولذلك سمي نسرة وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين ولا تزد الظالمين إلا ضلالا نعم ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وقالوا لا تذرن آلهتكم وهنا ربما يسأل سائل فيقول يعني جاء لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوثا الثلاثة جاءت بلا وبعدها يعوقا ونسرة ما جاءت ولا يعوقا ولا نسرة مثلا ربما سأل يسأل يعني ما دلالة أنه هنا جاءت الله وفيما بعد تركت الله قال أهل التفسير أنه هنا التأكيد بالجار نفي الجار لا يتحمل أكثر من ثلاث مؤكدات فما بعدها يترك هذا قول أهل اللغة بعض أهل التفسير قالوا قولا آخر قالوا ربما كانت هذه الآله هي الأعظم فجاءت المؤكدات عليها ثم تركت الباقية من غير مؤكدات لبيان أنها أقل منزلة مما ذكر من الآلهة تكلم أهل التفسير في قضية أنه هذه الأصنام التي كان يعبدها قوم نوح عليه السلام ما هي أشكالها أولا يعني قبل الكلام عن أشكالها يجب أن نعلم أنه اختلفوا ما هي هذه الأسماء ومن أين جاءت هذه الأسماء رواية البخاري كما هو معروف عن ابن عباس أنه كان هؤلاء أناس صالحون في قوم نوح عليه السلام ثم جاء الشيطان بعد أن ماتوا ورأى حزن القوم عليهم فجاء إليهم فقال ما تقولون لو أنا رجل أنحت نحات فما تقولون لو صنعت لكم تماثيل ووضعتها لكم في السوق فكلما مررتم ونظرتم إلى هذه التماثيل تذكرتم هؤلاء الصالحين واشتهدتم في العبادة وهذا لاحظ مدخل من مداخل الشيطان قال فصنع لهم هذه التماثيل ثم جاءهم بعد مدة فقال لهم هذه التماثيل انتركتموها ورجعتم إلى الدار ربما نسيتم هؤلاء الأشخاص فما تقولون لو أصنع لكم تماثيل صغار تأخذونها إلى دوركم وتبقى في بيوتكم ففعل لهم ذلك فلما تقادم العهد ورجاء الأبناء وأبناء الأبناء رأوا أن هذه التماثيل كان يعظمها آباءهم وأجدادهم فألقى الشيطان في صدورهم أن هذه الآلهة كان يعبدها آباءكم وأجدادكم ثم بدأت يعني هذه العبادة رغم أن الواقدي يعني طبيعا هذا هو الأرجح لأن الحديث صحيح الأرجح وإن كان يعني هناك من قال أن التماثيل هذه كان ودا كان على صورة رجل وسواعا كان على هيئة إمرأة ويغوث كان على شكل أسد ويعوق كان على شكل فرس ونسرى كان على شكل طائر هذه أيضا الأقوال قيلت ونتناقلها أهل التفسير ولكن الصحيح على أنها كانت تماثيل لكن ذكرت هذا لأنه ربما يعني بعضنا يقرأ في بعض التفاسير فيجد هكذا يعني أوصاف للتماثيل هذه وللمعبودات التي كانت موجودة حتى يعني يكون على دراية في ذلك ما هو الراجح الراجح أنها كانت يعني معبودات كان هناك ناس صالحون وجاء الشيطان فمثل لهم واختلفوا في من هم هؤلاء فقيل أنهم كانوا أولاد آدم عليه السلام وكانوا في الصلاح وفي الخير والعبادة والتقوى ومنهم من قال على أنه ودا هو اسم ليشيت أو شيث كما يسمونه قالوا ورزقه الله يعني سواع ويغوث ويعوق ونسر أربع أولاد وأيضا كانوا في الصلاح فعبدوا وحقيقة هذه الأصنام التي كانت تعبد في ذلك الوقت وجدناها أو وجدها العرب أنها كانت موجودة في منشورة في الجزيرة العربية كيف كانت هذه الأصنام كيف وصلت إلى العرب سنتكلم عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله لكن ابتداء دعونا نقول أنه هذه الأصنام أين كانت يعني منهم من ذكر أهل التفسير أن ودا كان لبني كلب بدومة الجندل هذا كان معبودهم هناك وسواع كان لهذيل على ساحل البحر كانوا يعبدون سواع ويغوث لغطيث من مراد في سبأ باليمن ويعوق لهمدان ببلخح أيضا من أراضي اليمن ونسر كان لذلكلاع من حمير أيضا في اليمن وقيل أن يغوث كان مصنوع من رصاص حتى أنه قالوا كان حمله بن مراد على جمل أحرد جمل أحرد يعني كان يحملونه ينقلون بعض الذين المخضرمين الذين عاشوا في الجاهلين والإسلام يعني رأى أنه هذا اليغوث كان يحملونه على جمل أحرد وأيضا من العادات لاحظوا كنتكلمنا قبل قليل عن العادات الجاهلية قالوا كان يحملونه على جمل ويسير بهم فمتى ما تعب الجمل أحرد يعني يضرب رجل في الأرض كأنه يعني لا يسيطر على الرجل فيضربها في الأرض قالوا فمتى ما يتعب الجمل فيجلس يقول اختار لكم الإله أن تسكنوا في هذه المكان فيضربون الخيام في تلك البقعة ويسكنون فيها تفاصيل هذه العبادات وكيف وصلت العرب إذا كان الطوفان قد غطى المكان الذي كان يعني تعبد فيه هذه الآلهة من دون الله فكيف وصلت هذه إلى العرب هل هي بأسمائها هل هي بذواتها هل ما نقل في الإسرائيليات على أن نوح عليه السلام نقلها في السفينة وحاشى نوح عليه السلام من ذلك إنما هذا قول مردود جملة وتفصيلا لكن أنا ذكرته مما ذكر في كتب التفسير نتكلم عن هذا بتفصيل إن شاء الله في الحلقة القادمة إلى ذلك الحين نستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته